ترجمة نانسي قنقر من أهم مجريات اجتماعنا الاستثناء اليوم هو الحديث عن الظروف الحرجة التي تشد الأمة العربية والشعب الفلسطيني بشكل خاص لما يتعرض له من اعتداءات بشكل يومي ومستمر وبضرورة التحرك الفعلي والجاد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والذود عنه لما يتعرض له من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وهو ما يحتم على ممثل برلمانات الشعوب العربية الوقوف لإيصال صوت هذا الشعب لكافة المحافل والبرلمانات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية ويحتتم علينا من خلال هذا الاجتماع صياغ التوصيات قوية وواضحة تقدم في جلسة الاتحاد البرلمان الدول القادمة التي سوف تنعقد في اكتوبر الجاري على أن يتبنى كافة الاتحادات والمنظمات والهيئات البرلمانية العربية والإسلامية بإعلان موقف رافض لتلك الاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني وكافة المحاولات البائسة لطمس هويته وحقوقه التاريخية ودعونا للتحاد البرلمان العربي اليوم لدعم مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين قمة البحرين بعقد استضافة لمؤتمر دول الاستلام في الشرق الأوسط لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشوعة ويقام الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وغاصمتها القدس الشريف على أساس الحل الدولتين كما طلبنا اليوم بحق الشعب الفلسطيني المشروع في الحرية وتقرير المصير ودعم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ووقفة اطلاق النار فورا دون شرط أو قيد وإعادة الأعمار وتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني المكلوم وكذلك استعرضنا اجتماع اليوم مذكرة حول تفعيل عمل وانشطة اللجان الدائمة في الاتحاد ومذكرة عامة حول وضع عالية مناسب لتفعيل دور الاتحاد البرلمان العربي وتطويره ومذكرة أخرى حول برنامج العمل ومشروع الموازنة العامة لعام 2025 هذا كل ما تم مناقشة اليوم في الاجتماع الاتحاد البرلمان العربي من القاهرة نعم من القاهرة سيد أحمد عبد الواحد قراطة نائب الثاني لرئيس مجلس النواب وفد الشعب البرلمانية شكرا جزيلا لك